أكد سموه الشيخ عبدالله بن حامد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام تحت رعاية ملكية سامية أكد أن النجاحات التي حققتها المعارض السابقة في البحرين تزيد الطموحة إلى تطوير وإبراز معرض البحرين للطيران 2016 وبأفضل المستويات وقد أكد سموه أن هذه الإنجازات ستتواصل لتحقيق مزيد من فرص النمو والازدهار في هذا القطاع الهام والذي أصبح معلما بحرينيا من خلال توجيه الأنظار الإقليمية والدولية خاصة المهتمة في قطاع الطيران المدني والعسكرية والتي حققت أصداء عالية وسمعة طيبة وشهرة دولية ومكانة اقتصادية واستثمارية وتنموية لمملكة البحرين ومقصدا هاما وجانبا لشركات صناعة الطيران وشركات الطيران والسياحة الدولية ورجال الأعمال من خلال مشاركتهم وعرض منتجاتهم بالإضافة إلى عرض آخر ما توصل إليه مجال الطيران خلال إقامة معرض البحرين الدولي للطيران في المملكة مشيرا سموه إلى التزام البحرين بزيادة حجم النمو الاقتصادي والاستثمارات من خلال إقامة هذه المعارض المتخصصة في صناعة وتطوير قطاع الطيران جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة لللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2016 في دورته الرابعة بحضور سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات وفي بداية الاجتماع استمع سموه إلى شرح من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات تضمن آخر الاستعدادات لإقامة المعرض خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري في قاعدة الصخيرة الجوية والخطط والبرامج التي تم إنجازها من ناحية مشاركة الدول والشركات في المعرض وكذلك جولات الترويج والتنسيق مع المشاركين وطرح المناقصات وكذلك الزيارات والاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين بالمملكة وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة والتي رحبت بالمشاركة في المعرض بالإضافة إلى مشاركة الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران العسكري والمدني وسلامة الطيران وذلك لاهتمام هذه الشركات وزيادة مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2016 كما استمع سموه من السادة أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض آخر الاستعدادات والترتيبات للمعرض والتي ستشارك فيه مجموعة كبيرة من شركات الطيران وما يشير إلى النمو والتطور الذي شهده المعرض وأبدى سموه الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة ارتياحه لما تم التوصل إليه من الاستعدادات والجهود الكبيرة المبذولة من كافة القطاعات في المملكة لإقامة هذا المعرض الدولي الهم ووجه سموه إلى إبرازه إبراز المعرض القادم بأفضل ما سبق ليليق بالخبر التي تم اكتسابها خلال المعرض السابقة وبالمركز الريادي الذي تحتله مملكة البحرين في عالم الطيران داعيا الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والشركات لتقديم الدعم والرعاية كل في مجاله لإنجاح هذا المعرض الهام لمملكة البحرين من جانبه أوضح سعاد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن معرض البحرين الدولي للطيران أصبح رافدا اقتصاديا هاما ويحقق فرصا اقتصادية واستثمارية وتنموية بارزة لمملكة البحرين ويؤكد عزم وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني على تطوير هذا المعرض في كل دورة مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الدورة الحالية للمعرض ارتفعت بحوالي 30% حيث تشارك في المعرض الحالي أكثر من 128 شركة في قطاع الطيران وصناعات الجوية تمثل 34 دولة